موسيقى مساء الخيرات مشاهدين أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من هنا مساء الخيرات يا أسما مساء اليسمين والفل بوثينا وأيضا لكل مشاهدين في هذا اللقاء الذي يجمعنا بكم مرة أخرى في حلقة من حلقات هنا لتتناول وتعالج مشاغل المرأة العربية كما قلنا في كل حلقة بحضور ضيوف مميزين ومتعدين من كل أنحاء الوطن العربي نعم موضوعنا الأول المشاهدين سيكون عن المرأة في عرض الأزاء لكن قبل أن نبدأ لنوقع نظرة سريعة على مضمون هذه الحلقة لازم الناس تأخذ منظور عرض الأزياء أنها تعرض زي ولا تعرض جسم الأشخاص اللي عم بيدمنوا على هيك تدخلات استيتيك بيكونوا بينهم وبين حالهم على مستوى عاليقاتهم عم بيتلبوا شي مبنى على المظهر فلن بتعالي سيجب أن تشطب من القاموس نهائيا ما بروح على الموقع وضغري ببلج صور فكر فيها أول شي فكر كيف بدأ أخذها إذن لو نحوصل بشيكون عنها طبعا كما تعودتوا أربع فقرات في كل فقرة نهتم بمشاغل المرأة العربية بشيكون عنها فقرة موضة هنا صحت هنا سياسة هنا وإضاءات اللي نصلتوا من خلالها ضوء على إمرأة تحتاج منا كل هذا الاهتمام خلينا نبدأ مع فقموضة هنا اللي طبعا ينتظرها العديد واليوم بتتكلم عن المرأة في عرض الأزياء أنت يا أسماء عرض الأزياء لمن لا يعرف معروفة أكثر كممثلة في بلد تونس ولكن أنت بالأساس عرضة الأزياء ومهنة عرض الأزياء مشاهدين هي واحدة من أبرز المهن التي تعتمد في أساسها على جمال المرأة إن كان من ناحية تقاسيم الجسم أو حتى أدق تفاصيل الشخصية وهي تتطلب التزاما من العارضة بما يتعلق بالتمارين والمشية والعادات الغذائية والله إحنا في تونس نتكلم عن تونس خاطر عرضات الأزياء ولينا نتفجع ونتخذ ونخاف وقتل يحد يقول لنا أنت جميلة إن شاء الله يارب نكونوا نكسروا المثلة اللي يقول كوني جميلة واصمتي رأنا جميلات أما منش لكن في علامنا العربي للأسف هناك نظرة عند البعض تكيد تكون دونية إلى عارضات الأزياء والمهن التي تشبه عرض الأزياء بشكل عام إذ يظن البعض أنها مهنة تستخدم الجسد وتكشف عن تفاصيله فيما لا تتطلب الكثير من الذكاء للنجاح في ميدانها لكن هذا ليس صحيح تقرير مشاهدينا ونتابع تعود مهنة عرض الأزياء إلى الصالونات الموضة الباريسية في القرن التاسع عشر وهي المهنة الوحيدة التي تعد حصراً على الفتيات الجميلات وممشوقات القوام وكان لافتاً في تاريخ هذه المهنة الاضطرابات النفسية التي واجهتها كثيرات من العارضات العالميات جراء ضغوط المهنة والمجتمع أما عارضة الأزياء العربية فتلك تملك من الجرأة ما يكفي لمواجهة مجتمع ينظر إليها نظرة تكون في بعض الأحيان دونية معتبراً إياها مرأة لا تملك الذكاء والفطن الكافيين للعمل في مجال آخر أرحب بك الدكتورة علم الاجتماع ماري أبو جودة معنا اليوم في فقرة موضة هنا وكذلك طبعاً عارضة الأزياء العراقية أيار عزيز أهلا وسهلا فيك أيار قبل ما ندخل في التفاصيل أول شيء في البداية كيف نشديتي لهالمجال إيش اللي جذبك؟ متى بدأت العمل كعارضة الأزياء؟ والله أنا بدأت كعارضة الأزياء منذ كان عمري 14 سنة كنت رقصة بالي في مدرسة موسيقى والبالي فأحتاجه لأوباريت أن يعملوا في دار الأزياء العراقية فالمدرس البالي كلفني أنا وخمس بنات مدرس البالي عمر الحكيم فاتجهنا إلى دار الأزياء وبدأت المشوار في دار الأزياء العراقية هذه كانت البداية هذه كانت فيها وأنت أيضا تأتي من عائلة فنية لو تخبر المشاهدين عنها وكيف كان دعمهم لك في هالمجال؟ والله والدي الفنان عزيز خيون والدي دكتورة عواطف نعيم يعني هم مخرجين معروفين في العراق من خلال هذه العائلة الفنية أكيد راح يكون تشجيع خاص لهم لأن عرض الأزياء تعتبر في العراق خصوصا إحنا دار الأزياء العراقية اتجاهنا ليس فقط عروض الأزياء وإنما الفن بحب ذاته لأننا نقدم حضارة بلد يعني أننا عندما أعرض أعرض زي حضارة بلد وهي دي معروض الأزياء تكون درجة أو خطوة للأمام لعالم فني أوسع عرفة الأزياء كثيرا ما تصير ممثلة ولا إعلامية تدخل العالم هذا من بابه الأوسع خلينا ندخل في خضام المشكل الأساسي التي نحبهنا على الجوه اليوم ترى أيار أن عروض الأزياء تتنافى مع القيامة الاجتماعية لتدعو للحشمة وللاستقامة بلغة أخرى ترى أن عارضة الأزياء تعيش حالة من التسيب الأخلاقي ومن العورية لا هذا صحيح ولا هي فكرة مغلوطة شوفي هو في المجتمع العربي عارض الأزياء كلمة عارضة فقط هي بحث ذاتها تعتبر غير مستحبة لأن العارضة ينظروا لها أنها تعرض جسد ولكن هي لا تفكر ليس عندها ذكاء ليس عندها ثقافة ليس عندها أي خلفية من ناحية الذكاء لكن هذا كله مغلوط هذا كله مرفوض عندي أنا خصوصا أنه أنا لا أنظر إلى المجتمع من خلال طموحي ما أفكر بالمجتمع إذا فكرت بالمجتمع وكلام المجتمع لن أحقب طموحي أبدا نعم دكتورة الآن أنت مع عارضتين أزياء واحدة من تورس واحدة من عراق وما شاء الله ثقافتهم عالية على فكرة أسمعتها ماجستير فالمفروض أنه النظرة هذه الاجتماعية إيش سببها تجاه المهنة؟ كل مجتمع عنده شخصية أساسية بتكون هالمجتمع تسمى بالبرسوناليتي دوباس هي اللي بتشكل الشخصية الفردية لكل إنسان بتعطيه أريير بلان تيكون الشخصية الفردية هالشخصية الفردية متأثرة بمميزاتك المجتمع واللي هن بيئته تاريخه صقيفته معتقداته وضعه الاقتصادي جغرافيته إلى ما هنالك هون بيجل الفرق بين المجتمع الشرقي والمجتمع الغربي وحتى بالمجتمعات الشرقية لدينا تفاوت حسب كل بيئة ينقل أن الإنسان هو ابن بيئته بالنتيجة ونحن العالم الشرقي متمسك بمعتقداته بدياناته بسقيفته لكن ما سبب هذا الغلط في المعتقدات في النقطة هذه هي التربية الأساسية المفهوم الأساسي لتكوينها المجتمع هو مجتمع مرتكز على مفهوم أنه مجتمع ذكوري وهو صاحب السلطة هو راس الهرم من هذا المنطلع يتكون المجتمع يعني وبعدين الرجل في المجتمع الشرقي يحب التملك أنا أتملك كل شيء أتملك كل شيء فالإنسان الآخر اللي هو الإمرأة هو كمان من ممتلكاتي ما بحب يمكن ينعرض أو ينظهر لغير أشخاص عندك الفكرة والمعتقدات ما بيقدروا منع بكرة العشية حتى لو صار في تطور اجتماعي انفتاحي حتى لو صار في ثقافي عندك مخزون علمي مترسخ في ذهن الشرقي بده وقت تيتبلور هو يملك هذا الجسد قبل قليل الأيار يعني طيب أنت الآن كرجل لما تطلع بالمرأة عرضة الأزياء وحتى بعض النساء عندنا وعلى طول يأشروا أنه آه عرضة أزياء تتعرضها لهذا الشيء أكيد أنه كأنها ما تفهم أو ثقافتها محدودة أساسا عرض الأزياء لا يتطلب ذلك الجهد الفكري العميق لكن غالطك بهالنقطة لأنه حيالها مهنة وخاصة المهنة الفنية اللي عندها مواجهة مع جمهور عندها مواجهة مع المصمم هي إنساني ما عم تعرض جسدها هي عم تعرض أطعف فنية تعب المصمم تأبدعها هي وظيفتها الأساسية وصل لهالمجتمع العالمي مش بس العربي وعندك الحق دكتورة لأنه صعب أن العرضة تخرج القطعة هذه في أبها حلة بصمت يعني هي تخلي القطعة تنطق بصمت فتحتاج منها تركيز كبير لكن اللي حابت تقوله بوثينا دكتورة هو أنه التعلات اللي قدمها الرجل الشرقي حتى يعلل سبب هذه النظرة الدونية يقول أنه هذا العالم لا يحتاج مجهود فكري رغم أنه فما كثير من المهن لا تحتاج لمجهود فكري مثل مهنة ما في مهنة ما تتطلب ذكري لا لا مجهود فكري خلينا مجهود فكري كبير فكري لكن هذه المهنة لا تحارب مثل ما تحارب مهنة عرض الأزياء علش السبب السبب أنه هون وسيل الأعليم التسلط الضوء اللي عم بصير على هل عرضة الأزياء أنا ما عم صلط الضوء على الفن على المهنة الفنية اللي هي عرض الأزياء أنا عم بوصل ما إلي حق عميم بس عم يوصل مفهوم لهالمجتمع الشرقي أو الغربي أو مختلف المعتقدات أنه هي عم تعرض جسد وهي دي الفكرة خاطئة هي عم تعرض تصميم هي مفروض يكون عندها ذكاء فائق عندها ثقافة عالية أول شيء بدأت تعرف شو عم تعرض بدأت تعرف تتفعل مع هالبوديوم اللي ماشي عليه مع كل قطعة مع الكاميرا مع الأشخاص لأنه هي بمواجهة مباشرة مع مختلف ومتنوع قبل أن يداهلنا الوقت لابد أيضا أن نأخذ فكرة من أيار أنت الآن ما تقومون به هل يتعارض مع القيم الاجتماعية في العراق برأيك خصوصا مع تصاعد التيارات الإسلامية فيه والمتشددة أحيانا هو قبل الحرب نفس الحالة كانت أو بعد الحرب زادت الحالة هذه زادت أنه تجهوا بعض الناس إلى الإنغلاق بسبب الأوضاع الأمنية وخوف الناس على بناتهم بالدرجة الأولى طبعا لكن هذا لم يؤثر على خطوات العارضة لأن كل إنسان عنده طموح في أن يحقق إذا ضعف من مجرد خوف لا يستطيع أن يحقق طموحها لكن العارضة هنا يكمن دورها ويكمن ذكائها في هذا الموضوع يعني يقولون أن العارضة لا يسألها ذكاء كيف هناك عارضات يدرسون وعدهم شهادات يعني هسا مثلا أنا أندي بكلوري يستصيم أزياء وهسا أحضر الماجستير معناها ما أمتلك ذكاء دعينا من الدراسة مجرد وقوفي على المسرح مجرد جرؤتي على المسرح هذا يتطلب ذكاء مجرد مخاطبتي مع الجمهور وطريقة عرضي لهذا الزي هذا يتطلب ذكاء كل هذه الأمور لازم الناس تأخذها من منظور آخر تأخذ منظور عرضة الأزياء أنها تعرض زي ولا تعرض جسد جميل شكرا فعلا على حضوركم معنا أيار عزيز وأيضا دكتور مغي أبو جودة زغلول شكرا على حضوركم وإن شاء الله يكون المساج وصل للمشاهد أنه مهنة عروض الأزياء بعيدة كل البعد عن القيمة الأخلاقية الوحشة كما يقولوا التي فيها انحلال والتي فيها تسيب هذا كل مرتبط بالتربية وليس بمهنة معينة نحن في حل عن هذا شكرا على حضوركم معنا وبعد الفاصل مشاهدينا صحة هنا بشي نتكلم فيها عن البوتوكس وتعبئة المواد الدهنية في الوجه أو الفيلينغ بوثينا ثقافة البوتوكس والفيلينغ انتشرت سريعا في عالمنا العربي لكن متى تكون هذه التدخلات حاجة ومتى تصبح مبالغة تصل إلى حد الإدمان ابقوا معنا البوتوكس والفيلينغ مشاهدينا وسيلتان مختلفتان للقضاء على التجاعد على الوجه والاحتيال على أثار العمر هذه الحقن المضادة للزمن تشهد رواجا واسعا في صفوف النساء العربيات افتعتبر بديلا محببا عن عمليات شد الوجه الجراحية نعم أسما ولكن متى تكون هذه التدخلات التجميلية تدخلات حاجة ومتى تصبح مبالغة تصل إلى حد الإدمان تقرير ونتابع البوتوكس بوتوكس هو هذه التركيبة السحرية التي قد يلجأ إليها أي كان لمحوي علامات الزمن وهو هذا الاسم الذي يخطر في بال أي امرأة تتأمل عمرها في المرآة وتختلف استعمالات البوتوكس بين تجميلية وطبية فهو يستعمل أيضاً في علاج أوجاع الرأس المزمنة والتعرق المزمن وغيره والبوتوكس هو تركيبة كيميائية تعمل على شل العضلات التي تسبب التجعيد ما يؤدي إلى فقدان الشخص الإحساس بتعابير وجهه وقد أفادت دراسات أن من يقومون بحقن البوتوكس يخضعون لسلوك إجباري يشبه الإدمان حيث 40% من هؤلاء الأشخاص يعودون لاستعماله على نحو متكارل طبيبة الجلد دكتور ريتا سمور أهلا وسهلا بك وأيضا اختصاصية علم النفس العيادي مايا أبو خليل مرحبا بك أيضا معك نبدأ معك ريتا سمور وكل شوق إنا والمشاهدين إنا نعرف الفرق بين البوتوكس والفيلينك البوتوكس هي مادة أصلا مستخرجة من بكتيريا هي الكلوستريجوم بوتولينوم هلأ صارت تتصنع بعدة بلدين من الدول هذه المادة تحقن بقلب العضل تترخي من عملية من شغل العضل تترخي العضل تستعمل خاصة للتجاعد التعبيرية بالاسم الأعلى من الوجه للجبين للكعب الأنف وحوالها العيون بينما الفيلينك هي مادة لازجة مثل الجال مثل ما اسمها بتدلي عليها فيلينك نعملها حقا حتى تعطي فوليوم تتعبئ هي مادة للتعبئة خاصة بالمناطق مثلا الترهل مثلا الخدود مع العمر الخدود هون بيخفوا بيصير فيه ترهل منعمل للخدود كمانا للشفاف وكمانا بالمنطقة الصفلة من الوجه هون بين الخد والتم هيدول أكتل في لها أعراض جانبية أكيد اتناينيتهم لازم ينتبه الطبيب للمريد الذي يعطيه خاصة البوتوكس مثلا من فضل أنه يوقف الأسبيرين قبل ما فينا نستعمل البوتوكس بما أنه نشل العضل عند شخص عنده مشاكل بالأعصاب إذا انتبهنا على هيدول الأشياء مثلا البوتوكس من سميها لانش بريك بروسيدجر هي بروسيدجر هيني كتير بتاخد كم دقيقة ممكن المريض يعملها دورين لانش بريك كم دقيقة الغداء يعملها مظبوط يكمل شغله لبعد الظهر أكيد عملية بالطريقة المظبوطة من طبيب متمرن وعنده بها الأشياء لأنه يحقون بالعضل المظبوط إجمالا ما في عوالي طيب لو تعطينا إجمالا فكرة تقديرية عن الأعمار للسيدات الليلجقوا للبوتوكس والفيلينج من عشرين سنة ممكن يجروا يكبروا شفافهم أو يعني هيدا كمانا ظاهرة الصبايا بيتأثر بالمجتمع البوتوكس البوتوكس أكتر شوي لأن مثل ما قلنا البوتوكس هو للتجاعد التعبيرية يعني إجمالا ابتداء من عمر 35-40 سنة فيه إدمان على الموضوع تحسي في لبنان أو في العالم العربي بشكل عام يعني يعني فينا يمكن نحكي عن شوية مبالغة هلأ هون موضوع الجمال دقيق جدا لأن رأي الطبيب ورأي يعني بنهاية بيوتى يمكن أنا لقي أن الشفة كتير كبيرة بس المريضة تلاقي أن مثل الفنانية التي تحب ها وهذه أراء مختلفة بس بيكون في مبالغة بس الشخص هو زيته يلجأ لكذا عملية متكررة أو ما يكون توقعاته واقعية ومنطقية هنا أكيد يكون في مبالغة رأي علم النفس مايا المسائل المتعلقة بالجمال وبخداع العمر هل ديما نلقى فيها إدمان بالطريقة هذه فيها إدمان إذا كانت متكررة ويوصل المريض لمرحلة أنه لا يمكن يوقف وكل همه بالحياة أنه يرى إذا تلعت هذه التجعيدة أو إذا رخ الخاد من ميلي كله بالنسبة لإله مربوط بالمظهر مربوط بشكل وجه بالمرحية طبعا كل هولا عم نحكي فيهن الأشياء النفسية اللي عم تنلعب داخل الشخص عم تنلعب على مستوى اللوعي ما فينا نعمم ويمكن ما بحسوا أنه هالأد عم بيبالغوا وأنه عم بتصير شغلة متكررة لدرجة مبالغ فيها اللي بيصير أنه الإدمان على العملية أو على البوتوكس والفلنج بيصير مثل طريقة حياة بعبروا فيها عن زيتهم وعن هويتهم وبيصيروا هيك بالنسبة لإلهن بيتأقلموا مع صور الاجتماعية الرائجة حاليا والمرغوبة والمستحبة أكتر من الرجال وهون منصير نشوف عند النساء كأنه الجمال بالنسبة لإلهن بينقاس بيقدي هنه مرغوبين بنظرة الآخر لإلهن ما بقى بنظرتهم لحالهم وكأنه محل يجربوا تعبئة وقتها تعبئة سمعت يجربوا يعبوا فراغ معي نفسي داخلي كما ذكرت في المناسبات هنا في لبنان اللي بيحصل حسب ما وصلني أنه البنات بيروحوا عشان عرس يعملوا عشان مناسبة معينة خاصة بيعملوا فالموضوع هل هو شخصية إدمانية فيه شخصيات معينة معرضا تدمن هذه السلوكيات فيه شخصيات عندها استعداد منسميهم عندهم اضطرابات على مستوى الهوية لأنه أتواحد بالنسبة لإله العمر منه الرقم اللي هو يعني ما بده يعيش العمر الحالي اللي هو عنده يجرب يشتري لحاله عشر سنين إضافية من خلال صورته أكيد الحالية بيكون شوية عم يلعب بهويته يعني يعني يجرب يبين غير ما هو بالحقيقة وهذا شيء أكيد نفسي لأنه بيعتقد أنه هيك بتعلى سيئته بنفسه هيك بيحس بأمان أكتر هيك بيقدر يسيطر على ماضي وعلى مستقبله وهك بيقدر بمحل من المحلات يكون بيشبه الجنراسيون والجيل اللي قدامه اللي سابقه أو اللي مش هو سابقه وبيكون عم بيطمن حاله أنه القصة بييده أنه عملية العمر والموت وهو مين مربوطة بشكله وبييده هو عم يقدر يتحكم فيها ريتا هل على نفس منويل سؤال بوثينا لكن هل هناك شخصيات اجتماعية أو فنية حسب بهنتها تلجأ أكثر منها من الشخصيات من الناس العاديين للبوتوكس وأيضا هل هناك أعمار معينة تلجأ للبوتوكس والفيلينك هلأ طبعا يلي دايما معرض للتليفزيون والفنانات وهكي أكيد بيلجأوا بس باللبنان كمينا الصبايا بيتأثروا بمجتمعون وبها الفنانات مشان هيك بيجي كتير صبايا ما بيشتغلوا منهم بعلم الفن منهم بالمجال الفني بيطلبوا أوقات يمكن أشياء شخص مش بالمجال الفني بيجي شوية مبالغ فيها خاصة عم نحكي لأنه البوتوكس جميلا ما فيه مبالغة بيطلبوا يعني الخدود الكتير عالية الشفاف الكتير الكبيرة في حالات ترفضي تعمليها أكيد أنه هذا الشي بيرجع لالتعامل الطبيب والجوجمينت يعني بالنهاية الطبيب بقرر بس أكيد إذا صبية أنا لقيت أنه كتير مثلا شفافة كبار بعد عملتهم عن جديد وبعد بدأ تكبرون بجارب أنه اخذ شوية من وقت تشوف شو الشي اللي زعج ليه بعد ملنة راضية حدا جاي عند طبيب جلد أو هيك بده شي تجميل دقيق شوية الواضع مش به السهولة فيك تبعت حدا نجم بطريقة غير مباشرة يكون معك مساعد أكيد طبعا يعني بالكوميكيشن في من مرء يمكن مش من أول فيزيت يمكن من ثاني أو ثالث فيزيت شوية 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 المشكلة فيه أبيوز لكل شي فترة معينة اللي بتعرض لعنف بشكل معينة أو يلي هي شي تاني سايكاتريك مثلا بيكونوا مركزين على شغلة معينة بالجسم وحتى لو المشكلة هون حتى لو صححنا حتى لو عملتلهم متل ما بدهم مرح يكونوا راضين بهالحالة أكيد مرة أكيد بدي سير أطع لهم المسيج أنه بدنا نشوف بركي في ساعتكم بطريقة أغير المهم أنه فما رقابة الدراسات ما تقول أنه 40% اللي يستخدموا البوتوكس يرجعوا لاستخداموا بطريقة مكثفة ومتكررة من عرشها المشكل هوني هو أنه بعد ما تعمل البوتوكس يرجع ترهل وبالتالي لازم خلص يعني فاتت بالترب بالضبط وإلا هو مشكل نفسي لأنه تشبث بهالجمال هذا يقعد حتى نوصل حتى للمية حتى التعابير التعابير تختلف تفقد أحيانا هذا ممكن أثر على التواصل أنا بعتقد هون في شغلتين أنه أول شي البوتوكس بيروح مفعوله بعد 4-6 شهر الفيلنك كمان بزيت ذات الشغلة لكن هل بعد البوتوكس الترهل يصير أكبر من اللي كان عليه هو إلا يرجع وإنفسه يرجع وحتى في دراسات بيانت أنه بعد كذا حقنة يعني بعد سنتين أو ثلاثة ممكن أنه تبطل تعوز المريضة كل 6 شهر يمكن تتير تعوز كل سنة بسعاد بيكون صار فيه نوع من المال للبرفكسيونيزم يعني بيصيروا بدون كل شي يكون كامل بيوجهم لدرجة أنه إذا شايفوا تجعيدة واحدة بيرجعوا بيلجعوا لنفس البوتوكس الشخص يكون تتعود على جبينه بلا تجعيد لكي يصير صعب أنه يتقبل التجعيد عن الجيل لابد أن يكون في الجبين تجعيد تعبير ممكن يؤثر حتى على التواصل ماذا رأيك دكتورة أكيد هذا ليس بس يؤثر على التواصل يمكننا أن نقول أن الأشخاص الذين يضمنوا على تدخلات أستيتيك يكونوا بينهم وبين حالهم على مستوى علاقاتهم يطلبوا شيء مبني على المظهر وقتا يجمدوا التجعيد وهالتعابير كله كأنه يمحوا الألم أو السفرانس الداخلية والانزعاج الداخلي ويستبدلوا بماسك ليس حقيقي ويجعل كل علاقاتهم ليس مبنية على أشياء حقيقية ومشاعر مضبوطة ويمنعوا أكيد بمحال من المحلات يصيروا كل علاقاتهم مانا سليمة لأنه مبنية على المظهر وهكا هن بيرتاحوا وهكا هن بيلاقوا أنه أنا قلت قبل الشعر يقول عيارتني بالشيبي وهو وقار يعني أحلم في الإنسان وقت يكبر الشيبي والتجعيد لكن اليوم كما قالت بوثينا هالتجعيد هذه حتى التواصل يعني مثلا الممثل ما فهمتش من غير ما يزعل لما ما يكون فما تقاسيم وتقطب للحاجب ليس بشي بين أنه زعلان ولا أنه تاع ولا أنه صحي فليس فهمين بالضابط سبب هالوجوء هوني حتى من قبل الممثلين اللي يعرفوا أنه أهم سلاحهم في شغلهم هو التعبير هنا 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 شغلتين أول شيء أن الشخص ليس كل العالم تتقبل التغيرات التي تصير ببشارتها مع العمر يعني خاصة يلي بيكونوا بالمجال الفني بيحبوا يخفف والتاني الشي نحن هون عم نحكي عن المبالغة في كتير أوقات منعمل بوتوكس وفيلينغ ما بيبين أبدا ومع البوتوكس يعني منرخ العضلات بس بيضل في تعبير خاصة لأشخاص اللي يعني على التليفزيون وهي كمين عمل لهم بوتوكس بس بتكون الدوز يعني مدروسة بطريقة الجرعة طبع الحقنة بطريقة أنه بيحافظوا على تعبير وجون وحتى الفيلينغ فينا نعمل بطريقة مش مبالغة مثلا شخص عنده مشكلة متضيق من شفته كتير رفيعة أو بس يتضحك أو هيك فينا نعمل لهم في حل إلى هايدي بس كتير فيري ناتشرل سو هون في حل فيري ناتشرل فينا نعمل بوتوكس وفيلينغ كتير ناتشرل مش أرتفشل لوك كتير بيتلاحلوا المشكلة هي أكيد الموبالغافية نعم دكتور ريتا أشكرك جزيل الشكر لوجودك معنا اليوم دائما خير الأمور الوسط والاتزام في كل أمور هو أفضل نشكر وجودك معنا مايا أبو خليل الأخصائي النفسية ومشاهدينا بعد الفاصل السياسة هنا سيكون موضوعها عن ما يعرف أو ما يسمى عرفا العنوسة في الأردن المجتمع الأردني يميز ضد المرأة إذا اجتازت سنا معينا ولم تتزوج وكثير من هؤلاء النسوات تتحولنا إلى ما يشبه الخادمات للعائلة وللأقارب في معظم دولنا العربية وقت اجتاز المرأة سن ثلاثين من دون أن تتزوج تصبح عانس بنظر المجتمع تعرفي هذا ما يعني يا أسما هذا يعني مشاهدين أن ما ينتظره المجتمع جل ما ينتظره من المرأة هو الأمومة وإذا لم تنجب أولادا فلا فائدة لها ما يطرح أسئلة كثيرة حول دور المرأة في مجتمعات ذكورية لا ترى المرأة دورا سوى الإنجاب تقرير ونتابع ينظر المرأة المرأة التي تخطط سن الثلاثين دون أن تتزوج نظرة تكاد أن تكون دونية حيث يتم تصنيفها بالعانس الأردن واحدة من الدول التي ترتفع فيها معدلات النساء غير المتزوجات لتبلغ ما يقارب 98 ألف امرأة لسنة 2009 وفق دراسة أعدتها جمعية العفاف الأردنية إلا أن هذه الأرقام لا تشكل أي خطر في ضوء العدد الكلي للسكان في الأردن مع العلم أن استمرار ارتفاع هذه المعدلات قد يؤدي إلى تحول ديمغرافي في الأردن في السنوات العشرين المقبلة جمعيات حقوقية عديدة قامت في الأردن بهدف إعطاء المرأة التي تخطط سن الزواج حقوقها والتي غالبا ما يتم استبعادها من الحياة الاجتماعية لتتفرغ لخدمة أسرتها إذن حول هذا الموضوع نرحب بالإعلامية الأردنية زكية البوريني مؤسسة ورئيسة جمعية الحرائر في الأردن أهلا مرحبا بك أهلا وسهلا بك وشكرا لقناة الحرة على هذا اللقاء الله يخليك شكرا لجدك لعانا ومعانا أيضا دكتور حسين الخزاعي أستاذ علم الاجتماعية أيضا من الأردن نورت هنا شكرا جزيلا أستاذ زكية خلينا نبدأ معاك في البداية حول تأسيس جمعية الحرائر لماذا أسستها؟ وبالمناسبة مشاهدنا الحرائر هو المصطلح الإيجابي البديل للعنوسة أو للعانس تأسست جمعية حرائر الأردن الخيرية بـ 21-2008 انطلاقا من وضع الحريرة الأردنية بشكل خاص وانطلاقا من وضع الحريرة العربية في داخل الأسرة وفي داخل المجتمع وفي العالم العربي بشكل عام لأنها تتعرض لضغوط تتعرض لمحبطات تتعرض لنقصان في حقوقها وتتعرض للعنف الأسري والعنف الاجتماعي خليني إذا ممكن أوضح كلمة عنس العانس هي الناقة التي جف ضرعها بطلت تحلب بطل يشتغل عليها كسدت وهرمت من غير اللعقة أكيد أن نستخدمها أيضا هي النخلة التي جف ثمرها وجف عودها فيقول المثل الشعبي عندنا شجرة بل ثمر قطعها حلال إضافة لذلك قواميس اللغة العربية هي قواميس واسعة ولغتنا العربية لغة جميلة وواسعة فبحثنا في هذه القواميس وجدنا كلمة مرادفة لكلمة العانس بشكل إيجابي وليس سلبي الحريرة هي الرملة النقية الصافية التي لم تخالطها شائبة أي التي لم يقربها رجل والحريرة هي الغيمة كثيرة المطر غزيرة العطاء والحريرة هي الفرس الأصيلة التي تسبق الخيوم في عرضكم لا تقطع مشكلة فالعانس كلمة تعزف بشكل سلبي على أتار النفس أما الحريرة فتعزف بشكل إيجابي يعطيك صحة سيدة زكية نحن نسينا شرح مفرداتنا العربية على ما تعودنا على أن كلمة تعانس خلص ملتصقة بالمرأة فالحمد الله فهمنا كلمة بعيدة تماما عن السيدة التي تخير أو تختار أو تفطر أنها لا تتزوج لأنها لا تقاتل نصها أثاني خلينا نرجع للحرائر في الأردن عطينا نسبتهم تقريبا قديش والله شوفي لحد الآن لم نتوصل إلى نسبة حقيقية في الأردن وذلك نتيجة لأنها كلمة العنس ترافقها ثقافة العيد فتستحي الحريرة أو العنس تقول عن حالها إنها عانس ويستحوا الأهل أصلا لأنظهارها لكن فهم أرقام تقريبية نعم أرقام تقريبية هناك من يقول بأنه اللي عمرها 30 سنة 100 ألف امرأة حريرة عازبة وهناك من يقول بنفس هذا المقياس اللي هي 30 سنة 300 ألف حريرة عازبة ولحد الآن لم نحصل على رقم واضح في هذه المواضيع بينما سبقتنا الشقيقة السعودية وأعلنت عن 1.5 مليون حريرة عازبة عندها في السعودية نعم لماذا عمر الثلاثين تحديدا دكتور هو اتفاق اجتماعي لا يوجد خلينا أحكي العلماء لم يتفقوا على عمر محدد حتى أن بعض المجتمعات وخاصة المجتمعات الغفية يعني تعتبر كلما تجاوزت العشرين سنة تعتبر عانس في البداية اسمحي لي أنا أتفق مع زميلتي الأستاذ الإعلامية بأن كلمة عانس يجب أن تشطب من القاموس نهائيا أنه غير لائقة غير لائقة وخاصة إذا وغير دقيقة تباين أنه غير صحيحة مش في موقعها هي الكلمة نعم وخاصة إنها كمان تنتقس من قيمتها من وجود المرأة إذا إحنا اختصرنا وجود المرأة للزواج فقط معنى ذلك أنه إحنا ننتقس أدوارها الأخرى وضرورة قطعها قالت لك هذه المرأة هذه الكلمة يجب أن ننساها نهائيا من قاموسنا نحن اجتماعيا تعودنا عليها توارثناها جيلا بعد جيل ولم نخضعها إلى التجربة والخطأ إحنا الآن جيل المتعلمين جيل المتعلمين يتفقوا على أنها خاطئة وتنتقس من وجود المرأة ومن قيمة ومن مكانة المرأة وخاصة الآن يعني المرأة العربية لا أريد أن نتحدث فقط عن المرأة الأردنية المرأة العربية الآن أبدعت والأستطاعت أن تجد مكانها وأن تأخذ مكانها الصحيح في المجتمع المرأة في الماضي كانت تحقق طموحها عن طريق الرجل كانت تريد أن تتزوج مهندس تريد أن تتزوج طبيب أن تتزوج محامي أن تتزوج رجل له مكانا في المجتمع الآن مكانة المرأة في المجتمع ارتفعت تعلمت المرأة والمرأة أخذت كامل هناك أكثر من سبب لتعزيز الثقة بالمرأة في داخل المجتمع. الآن يجب أن ننظر إلى هذا الموضوع من جانب آخر. وليس من جانب فقط الزواج. ومن جانب الحمل والإنجاب. لدي سؤال في صلب القضية الآن في الأردن. المجتمع عندما يضغط على المرأة تجد نفسها يجب أن تتزوج. ألا يجعلها تختار اختيارات خاطئة أحيانا قبل أن يفوتها قطار زواج كما يقولون. وهذا ممكن يزيد معدلات الطلاق. طبعا بالتأكيد. أنا أتفق معك إذا كان هناك ضغط اجتماعي يؤدي أولا إلى القلق ويؤدي إلى الخوف من المستقبل. ولكن في الحقيقة خليني أحكي لك. صحيح الرقم الموجود عندنا بحدود مئة ألف. ولكن في المقابل عندنا الرقم يتجاوز بين الذكور أيضا. السبب الرئيسي الذي خلنا في الأردن الآن أنه هذا الرقم يصل إلى هذا الألهاب. أولا وهي قضية تعليم. تعليم الفتيات الآن نحن عندنا في الجامعات الأردنية يتجاوز نسبة الفتيات السبعين في المية. هذا واحد. هذا رفع الأمر عند الزواج. اثنين مكانة المرأة ارتفعت أيضا. عندما ترتفع مكانة المرأة. هنا العادات والتقاليد أيضا تتغير. تصبح الآن البحث عن الزوج المناسب الذي يليق في مكانة وفي تعليم المرأة. يتقبلوا لماذا؟ لأنه كل الأسر الأردنية الآن تقبل على تعليم الفتاة وعلى تأهيل الفتاة وأعطاء الفتاة مكانها الطبيعي والحقيقي في الأسرة. لكن سيدة زكية هوني في نفس المجالها النسبة للحرائر الكبيرة أو نسبة النساء غير المتزوجات الكبيرة هذه فعلا هي تسبب مشكل من ناحية النمو الديمغرافي؟ ولا هو فقط تهويل وتحذير من الرقم بسبب مفاهيم اجتماعية مغلوطة؟ لا هي قضية وجود الحرائر في المجتمع الأردني والمجتمعات العربية هي قضية شائكة وقضية صعبة وقضية متشاعدة. لكن تشكل مشكلة عن نمو الديمغرافي؟ ومشكلة ليست بالسهلة. ستكون مشكلة كبيرة إذا لم ننتبه إلى هذه القضية. لكن اليوم لا يوجد مشكلة. في الأردن زائد 6. في ألمانيا زائد 1. وفي سويد ناقص 1. فما أعتقدنا مشكلة؟ اسمحي لي أن أدخل على الخط هنا قليلا. صحيح أننا ارتفع عندنا العمر عند الزواج للفتيات الآن وصل 27 سنة ولد بكور 30 سنة. ولكن هذا لا يمثل أي مشكلة ديموغرافية. لماذا؟ لأننا لدينا نمو سكاني في الأردن. لدينا الآن أعمارهم أقل من 15 سنة يتجاوز المليون. فمعنى ذلك لدينا مخزون استراتيجي سكاني للمستقبل. هذه القضية. القضية الثانية ونبدأ أحدها من خلال تلفزيون الحرة. جميع الدول العربية لا تخطط للأسرة ولا لتنظيم الأسرة ولا للإنجاب. لدينا الأرقام التي زادت الآن كلياتها نمو سكاني زايد. تخيلي أخي تلك المثال عدد سكان الوطن العربي في منتصف السبعينات كان 76 مليون. الآن 338 مليون ارتفع خمس أبعاب. في الأردن كان عدد السكان 2 مليون في 79. الآن 6 مليون. لدينا نمو سكاني. وهذه الأعداد وهذه الولادات كلياتها تمت بدون أي تخطيط أسري ما بين الزوجين أو أي حوار أسري في قضية الإنجاب. الأسرة تخطط. الأسرة العربية تخطط لكل شيء إلا الإنجاب لا تخطط. ولهذا السبب معدلات النمو السكاني عندنا مرتفع. في ظاهرة حول الحرائر. أعلق على دكتوره. هو يقول أن الأسرة العربية لا تنتبه أن تعمل تنظيم للأسرة. هذا هو طبعا العربي بشكل عام. ولا يمكن حتى لو كان هناك تنظيم في العالم. لا يمكن أن نصل على هذا. عشان ما نطلع على الموضوع. الله أرد عليك. عندنا الحرائر مثلا في ظاهرة واضحة بأنها إذا لم تتزوج تكون خادمة للعائلة. تكون خادمة للأقارب. نعم. لماذا؟ يعني أعقبوها لأنها لم تزوجت مثلا؟ يزيدوا الهم؟ نعم. العادات والتقاليد التي لدينا هي تقيد هذا الموضوع. يجب أن لو كانت تشتغل وتقاعدت مثلا. مات الأب والأم. هي ستبقى عند من؟ في ذمة الأخو. الأخو هنا دخلت علينا مفاهيم غريبة. ودخلت على عاداتنا وتقاليدنا تطورات كثيرة. فممكن الوضع الاقتصادي أيضا يؤثر على هذا. فهي الأخو يتبع زوجته في مجتمعاتنا العربية. في الرأي والحديث وكل شيء. هنا الزوجة أصبح لها السيطرة ما بدها. هي مملكتها. هي بدها تعيش فيها. ما إلها دخل. أنا ما أريد أختك. أنا ما أريد أمك. هنا تصبح مشكلة كبيرة. تصبح هي خادمة للأطفال وخادمة للبيت. سيدة زكية جمعية الحرائر أنها تمد يد العاون وتقوم بها السيدات. نعم نحن نقوم على هذا. كيف بأي طريقة؟. نحن نعمل زيارات ميدانية للحرائر العازمات في بيوتهم. اللي كبروا في السن منهم سبعين ومنهم ستين ومنهم خمسين وأربعين وثلاثين. وأحيلوا على التقاعد أو ما عندهم صنع ومش دارسين. يعني فيه فئات كبيرة. نحن نقوم بزيارة لهذه البيوت ونعمل عنهم دراسة اجتماعية معي دراسة اجتماعية. هذه الدراسة الاجتماعية نحن قمنا على عملها في الأردن. والآن بس يسمحوننا بالموافقة عليها سنقوم على توجيهها لكل الحرائر المجتمعات في كافة أنحاء الأردن. حتى نصل إلى الوضع الطبيعي اللي عايشينه في داخل أسرهم. وللأسف نحن أصبحت تقاليدنا وعاداتنا هي ديننا. وأصبح ديننا تقاليدنا وعاداتنا هي قلبة الأمور. فنحن نحن بثقافة العيب. شكرا أسف تفسير هذه المشكلة الإشكالية. هذه النظرة تفسيرها كعقدة تجعل من المرأة منعزلة. تجعلها خادمة تفسيرها. حساب على المجتمع. السبب الرئيسي كل ياته سبب اجتماعي نابع من العادات والتقاليد. أولا لا يسمح للفتاة أن تعيش لوحدها. في ظل وجود أسرة. يجب أن تعيش في مكان الأسرة الأب أو الأم أو مع الإخوان. هذه قضية. القضية الثانية والمهمة أنه يجب أن ندرب فتياتنا على تقديم أنفسهن للمجتمع. نحن في المجتمع التغيير لنبحث عن العروس إلى العريس. ولا نبحث لبنتنا عن عريس نهائيا. هذه قضية. القضية الثالثة. مع أنه المثل المصري يقول أخطب لبنتك أخطب لابنك. لكن مشكلة العنوسة دكتور. هل غلاء المعيشة يدخل في هذه المشكلة؟ وصعوبة الحياة اليوم والبطالة والمشاكل هذه كلها؟ هو أحد الأسباب العامل الاقتصادي. وخاصة أنا بشكرك كثير على هذا السؤال. لأن هذا يواجه كل المجتمعات العربية الآن. 11 مليون موجود في الجزائر. 9 مليون في مصر. 1.5 مليون في السعودية. كل الوطن العربي موجود فيه. السبب الذي تفضلت فيه الآن نقول بطالة الفتاة وليست بطالة الرجل. لماذا؟ لأنه أصبحت الآن في ذهنية الشاب العربي البحث عن فتاة متعلمة عاملة. والفتاة المتعلمة العاملة أولاً يكون عمرها قد تجاوز لـ 24 سنة. هذا واحد. واثنين نسبة البطالة بين الفتيات في المجتمعات العربية تتجاوز لـ 50%. لهذا السبب هنا خلى الناحية التفضيلية تأخذ بعد آخر في عملية الانتقاء. القضية الثانية والمهمة أنه عندها العادة اجتماعية في المجتمعات العربية. يجب أن تتزوج الأخت الكبيرة. أول شيء. بعدين في الدور. هذه قضية. هذه قضية. قاعدة. كأنه قاعدة. قاعدة. عفواً دكتور للمقاطعة. هي ليست قاعدة. أنا أعرف كثير منهم أنهم زوجوا البنت الصغيرة قبل البنت الكبيرة. خلاص. هو يتكلم بشكل عام. هو يتكلم بشكل عام. هي ليست قاعدة. ولكن الآن التفضيل دائماً. أنه زواج البنت الأكبر. وبعدين الأصغر. والقضية الثانية هي المكان الاجتماعي للفتاة الآن. أصبحت تتطلب اختيار بمستوى أبو موازي الأب. بطل يقبل أي عريس يأتي إلى بنته. بدوا إياها بنفس الموازاة التعليمية والمكان الاجتماعي. فهذا أدى إلى ارتفاع العمر عند الزواج. وليس العنوزة. أنا أكرر أسميه ارتفاع العمر عند العمر. نحن لكلنا دكتور حسين إيد واحدة حتى نجاوز هذه القضايا. ونقوله بالتوفيق لكل الحرائر التي اختاروا حريتهم. المهم أنهم اختاروا. شكراً لك دكتور حسين الخزاعي. وأيضاً زكية البوريني على حضوكم معنا اليوم. ومشاهدينا لنمروا توافاصلوا بعده إلى فقرة إضاءات. وضيفتنا مصورة شابة لبنانية. هي لارا زنكول. وسنتحدث إلى لارا عن مشروع مميز. أطلقته بعنوان بروجيكت 365. خليكم معنا. مرحباً بكم مجدداً مشاهدينا في آخر فقرة الآن من حلقتهن لهذا اليوم. معنا ضيفة تجمعها علاقة وطيدة بالكاميرا. لارا زنكول. هي تترجم أحلامها في الصور التي تلتقطها. وصابية العشرينات هي بوثينا التي نشأت عندكم في السعودية. ثم عادت إلى بيروت. بدأت مشوار إنجازاتها في عمر صغير. مشاهدينا نرى معنا التقرير ونعود للحديث. 365 يوماً لم تفارق الكاميرا يد لارا زنكول. فانتظر معجب فنها صورة يومية تحاكي أفكارهم بين الواقع والخيال. مشروع لـ 365 فكرة طلعت معي أنه أخذ 365 صورة على عدد أيام السنة خلال السنة. وإنشرهم على ويب سايت اسمه فلكر. هو ويب سايت خصوصة لنشر الصور للهوات وللمحترفين. صاحبة الثلاثة وعشرين عاماً لبنانية الجنسية اكتشفت موهبتها صدفة فطورتها إلى حد رسمها الصور قبل تصويرها. كل يوم كنت عم بخلق صورة. صورة بتعبر يع عن فكرة، يع عن حالة مزاجية أو عن قصة. يعني عم بخلقها للصورة مش عم بالتقطة. وهي دا هي كانت الصعوبة. لارا اليوم ترى الأشياء من خلال عدسة آلة التصوير وتأمل أن تصل في هوايتها إلى حد الاحتراف والتميز. خلال هالمشروع جربت كذا نوع تصويري منهم التصوير الأزياء، التصوير العفوة والتصوير الفني. أكتر شي لقيت حالة بالتصوير الفني لأنه أنا اللي بحبها هو أنه خلق الصورة. ما بحب مثلا شوف منظر وأجي صورة مثل ما هو. بحب يكون فيه فكرة من وراء الصورة يعني بحب وقت الشخص يطلع على صورته تحرك مشاعر فيه أو يصير بده يحللها أنه كيف اتاخذت هالصورة ما تكون واضحة بغرة قدامه. مبدعة يا لارسولة رائعة. شكرا على اهتمامكم بصورة وعلى استضافتكم إلي اليوم بالحلقة. حبيبتنا اليوم نحتفى فيك من خلال فقرة إضاءات وبإنجازك الجميل ونعطي المشاهدين لمحة عنه. بداية ايش بيعني لك التصوير الفوتوغرافي؟ هلأ بإيامنا التصوير الفوتوغرافي مجال كتير واسع في كذا أنواع تصوير منهم التصوير الصحفي، التصوير الأزياء، التصوير الفني. بس بالنسبة لإلي التصوير مين يعني بيكون مصور هو الشخص اللي عنده نظرة مختلفة للإشاء اللي بيعرف يبرز جمال الشي اللي بده يصوره أو يعرف يلطقت الصورة. وأكيد يجب أن يكون عنده درجة معينة من الاحتراف، مثلا أن يفهم الإضاءة، يعني معايير التصوير. لكن لارا هل كما سمعنيك في الرابطات، التصوير الفني وخلق الصورة هل هل هذي يترجم أفكار داخلك أنت وإلا أنت تصطاد أفكار ومشاعر براء للآخرين؟ أكترية الأوقات كنا عم بخلاق صورة يعني كانت بعقلي، بزهني. هلأ في مرات أنا بستاد أفكار، بس أكترية الوقت بأيامي، بنهاري العادة بيمرؤ كذا أفكار على راسي، يعني بحس في عندي طاقة بحب أعبر عنها خلال التصوير. وكيف بتنفذيها الصورة هذه اللي في دماغك؟ يعني أول شي بحب أنا أصور شوي أخلاق عالم خيالي عبر صور وقعية. يعني فكر أنا كيف بدأ يعني بترجمة، أول شي لا يعني ما بروح على الموقع ودغري ببلج صور، فكر فيها أول شي بفكر كيف بدأ أخذها. بعمل بلانيك، بحكي مثلاً رفيقتي أو الشخص بدي صوره، بكر شو بدأ يلبس، وين بدأ يتصور، وكيف بدأ أخذها للصورة، وبروح بعدين بنفذها. هلأ في مرات بكون في عند فكرة معي أنا رايحة نفذها، أنا وعم نفذ بتخلق فكرة تانية أجمل أو ما كتم فكرة فيها. يعني قلبت الآية أنت لارة لأننا تعودنا إنه المصور الشاطر هو الصيد الشاطر. أنت قلبت الآية تخلق الفكرة وتقود وتنتقنها. يعني أنا بكون الصورة براسة قبل ما أخذها. يخو منك وقت كبير يظهر لي هذا. أكيد يعني مرات بدي ضبط مثلاً فيش في شي بدي حطه أكساسوري بدي حطه بالصورة بدي وقت مثلاً لجيبه أو أكيد بياخد وقت لحتى بضبط كل الأمور مع بعضها لحتى أقدر إخلق الصورة اللي بدي تطلع أخر شيء. تحسي لارة أنه علاقتك بالمحيط أو نظرتك لمحيطك والأشياء الموجودة في محيطك تغيرت بعد هذا الموضوع؟ نعم كثير تغيرت من بعد التصوير. يعني صرت أكثر بنتبه على محيطي. صرت لاحظ على التفاصيل أكثر. مثلاً بتطلع بمحل هو يمكن كثير عادة. أفكر كيف بدأ أخلق شيء منه. يعني كيف فينا أظهر بطريقة غير عبر التصوير؟ أخبرنا على التعليقات اللي وصلت لك بعد ما انشرت الصور على فيسبوك وعلى فليكر؟ يعني كثير عم كان عم يطلع لتعليقات على صوري. كلما أنشر الصورة كان عم يطلع لتعليقات إيجابية. وكمان نقطة بناء اللي هو كثير ساعدني كمان أنه كفة أو حسنت صوري. لأنه أنا ماني دارس التصوير. هذه تصوير بدأت كهواية لإلي. وبعدين طورت صرت أشتغل علي. أتعلم مني لوحدة. فهوز التعليقات اللي كانوا يجووني كثير ساعدوني. وكثير شجعوني أنه كفة. جميل. وفي عندك مضافين نقاط في التصوير الفتغرافي أو عالم. سبقتك في هذه التجربة. عندهم خبرة أكبر الآن. تعرف الآن الانترنت هو واسع على كل الدنيا. أكيد في عندي مصورين محترفين. يروني الصورة. ودائماً يعطوني نصايح أنه فيك طعم كفة نحسن. أو يعطوني كمان بشجعوني أنه يجب كفة. أنت صغيرة لارا ومزلت بداية حياتك. الدعم المادي منين تجيبه اللي يساعدك على أنك تنفذ أفكارك ومشاريعك؟ أجرب قد ما فيه استعمل الأشياء المتوفرة. دعم زيتي يعني أنت تصرف على مشروعك؟ الوالد أكيد. هلأ أنا بشتغل. هلأ بتشتغلي؟ لأنني عطيتين أنت بعلك أصغر عارفة شكلي. بلشت أشتغل من سنتين. أكيد دعم زيتي. ومثل ما قلت مثلا إذا فيه قوضة بالبيت أو مثلا محل طبيعي موجود. بجرّب استعمله بدل ما أحصل على أشياء. بس أكيد وقت عوز شغلي أكيد أنا بجيبهم. وأكيد الأهل يعني يدعموني دايما. طيب المشروع بروجيكت 365. اللي هي عدد أيام السنة. كيف جاتك الفكرة؟ هيدا وقتها شتريت الكاميرا المحترفة طبعي. قررت أن أبدأ أعمل شيء يعني. يعني بدأ أعمل شيء جديد. وبدأ أخلق مثل نوع التزام بيني وبين نفسي. أنه أنا ابتدى مشوار يعني تصويري. وحسن حالي. ويعني أدفع حالي للمكسيموم. فقررت أنه كل يوم على مدة سنة خصص وقت للتصوير. واخد صورة مش حيالة صورة. أنه أخلق صورة يعني عبر فيها عن فكرة أو مزاج. ما عملك الآن في نفس اللوحة بصيلة بالتصوير؟ لا أبدا. أنا درست الاقتصاد. وعم بشتغل هلأ بهذا المجال. بس التصوير يعني دائما أنا من أنا وصغيرة بحب صور. والفكرة الأكاديمية عموما. إلا ما يساعدك في مشاريعك. لاحظت عندها التخطيط. صحيح. يمكن أن مرات بأخذ أفكار مخاصة بالتصوير. يعني يمكن فكرة اقتصادية بحولها ل. ما فكرتش لارة أنك نعمل معرض للصورة. جميل. بلا أنا هلأ هالسنة حبي كثير أن أعمل معرض لصورة. وبدأ أشتغل على هالمشروع يعني. وإن شاء الله يعني حققوا هيدا السنة. والفكرة الاقتصادية حولها للصورة هذه عجبتني كثير. يلا ربنا نشوفها. إن شاء الله يعني. بالتوفيق لارة زينكول إن شاء الله في مشروعك هيدا وفي مشاريع أخرى. تبهرنا بها إن شاء الله. شكرا لك. مشاهدين هكا وفيت حلقتنا هنا. أتل حرادتكم. كل عدد ما هو طريقكم الوحيد للاتصال والتواصل معنا. تصبحون على محبة.